أنا أنظر إلى أن هذا الذي قلدني لو لم يكن يحبني ما التفت إلي أصلا من قريب ولا من بعيد فشكرا له الأمر الثاني أن الذي يهم الأصل المقلد اللي هو أنا أن يصل العلم إلى الناس فممكن جداً اللي بيقلدني ده يكون أكثر تأثيراً في الناس وفي عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو فيه الأمة إلى أن تبلغ عنه وفي ذلك حكمه قال لعل السامع الذي تصله الرسالة يكون أكثر فهماً لهذه الرسالة من المبلغ يعني أنت حفظت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فممكن ما تكونش فاهم معناها معينك حفظه لما تبلغه قد تبلغه لمن هو أكثر منك فهماً فيتحقق المقصود من الرسالة فهؤلاء جميعاً أنا أشكر لهم هذا الجهد وأسأل الله أن ينفع بهم كفرع كما نفع بالأصل ترجمة نانسي قنقر